موافقة مبدئية من الاتحادين الفرنسي والهولندي لإدارة قمة الأهل والزمالك طب الحمد لله والشكر لله تلقى الاتحاد كرة القدم موافقة مبدئية من الاتحادين الفرنسي والهولندي على تعيين طاقم من أي من البلدين لإدارة قمة الأهل والزمالك والمقرر إقامتها يوم 19 يونيو المقبل الزهر سبع وكلام احنا قلناها مبارح ولا أول مبارح في الجولة المؤجلة من الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز أرسل الاتحاد الكرة مخاطبات لسبع دول من بينها ألمانيا، فرنسا، جلترا، أسبانيا، إيطاليا تمهيداً لاختيار طاقم أجنبي لإدارة هذه المباراة واعتذر الاتحاد الألماني عن عدم تعيين حكماً للقاء القمة بسبب حصول الحكام على إجازة خلال هذه الفترة لتوقف الدوري الألماني وانتهاء دوري أبطال أوروبا كما أصبح من الصعب إسناد إدارة مباراة القمة لأي حكم أوروبي مشارك في إدارة مباراة كأس العالم بسبب ارتباطهم جميعاً بمعسكر استعداد لكأس العالم يوم 20 يونيو أي بعد المباراة بـ 24 ساعة فقط وبالتالي من الصعب استقدام أي منهم بسبب ارتباطهم بموعد المعسكر الأهلي بموعد معسكر الكأس العالم